اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان مباراة الاهلي وفلامينجو مباراة مسيرة الاهلي قدم اداء اكثر من رائع في الدقيقة 57 ركلة جزاء للاهلي في الدقيقة 58 معلول يهدر ركلة الجزاء بطريقة غريبة جدا في الدقيقة 60 احمد عبدالقادر يتقدم 2-1 للاهلي في الدقيقة 65 درب الجزاء لفلامينكو في الدقيقة 66 مصطفى غربال ألغى ركلة الجزاء ولكن طرد خالد عبدالفتاح بدروا قدر يتعادل في الدقيقة 77 وفي الدقيقة 84 للأسف ضربة جزاء أخرى لفلامينكو يحرزها غابريال بربوزا ويحرز هدف الثالث لفلامينكو لتصبح نتيجة حاليا ثلاثة أهداف مقابل هدفين الأهلي يقصر للأسف في آخر اللحظات ويهدر ركلة جزاء علي معلول سوء حاز غير طبيعي يتسبب في ركلة جزاء ضد النادي الأهلي في الدقيقة 11 من الشوت الأول يحرز منها فلامينكو هدفه الأول ويهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58 هارض لك للنادي الأهلي اللي متع جماهيره النهاردة وإحمد عبدالقادر وبصراحة جاي بهدفين ولا أجمل ولا أروح طول عمرك كبير يا أهلي بصرف النظر أنت خدت المركز الثالث ولا لأ لكن خلاص وأنا بكلمكم حاليا للأسف فلامينكو جابر هدف الرابع الأهلي تأثر كتير بحالة الطرد اللي خدها للأسف هارض لك للنادي الأهلي ألفا مبروك فلامينكو